من عنوين النشرة إلى تفاصيلها أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفضي ووزير الخارجية الروسي سرغي لابروف أن البلدين مستمران في تطوير علاقتهما وفي تعزيز التعاون بهدف حل أزمات المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار والسلام وشدد الوزيران على التزامهما بالحفاظ على اتفاق خفض تصعيد في جنوب غرب سوريا والذي تم التوصل إليه عبر محادثات أردنية أمريكية روسية في عمان وذلك في خطوة نحو وقف شامل للقتال في سوريا ونحو الحل السياسي تنشط الدبلوماسية الأردنية بالتزامن مع المستجدات في المنطقة فبعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي للعاصمة عمان يؤكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفضي من روسيا أنه لا يوجد أسلحة تمر عبر الحدود الأردنية السورية وأن الحدود الأردنية جسر لتمرير المساعدات الإنسانية إلى سوريا تصريحات الصفضي تلك جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في مدينة سوتي حيث أوضح الصفضي أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يدفع الثمن جراء الحرب والأزمة التي امتدت لسنوات الصفضي قال أن الأردن وروسيا بحثا الوضع في الركبان لتقديم المساعدات إلى السوريين في المخيم من داخل سوريا مؤكدا في السياق ذاته أن لا حل للأزمة السورية بلا حوار روسي أمريكي عربي نعمل معا من أجل الحقول دون المزيد من التدهور لا مصلحة لأحد في التصعيد في سوريا لا مصلحة لأحد في استمرار القتال في سوريا ضحية استمرار القتال أساسا هو الشعب السوري الذي دفع مئات الألاف من الأرواح ومن التشريد إلى غير ذلك ونحن نعتقد أن لا حل من دون روسيا ولا حل من دون حوار روسي أمريكي عربي دولي من جهته وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف عبر عن تضامن بلاده مع الأردن في الجهود المشتركة التي تهدف لمحاربة عصابة داعش الإرهابية على الحدود الأردنية السورية وأكد لافروف على التوافق في الموقف بين روسيا والأردن لحل الأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي الوزيراني شدد على وجود مساحات واسعة لتطوير العلاقات التي يرعاها جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس فلاديمير بوتن على أسس الشفافية والثقة والصراحة وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعاون التجاري والثقافي والدفاعي وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد الصفدي أن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الخطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم وأعرب لافروف عن قلق موسكو من واقع التسوية الفلسطينية مع الاحتلال مجدداً الدعوة الروسية إلى استئناف الحوار المباشر بين طرفي النزاع على أساس القرارات الأممية ذات الصلاة وأشار لافروف إلى أن مبادرة موسكو بعقد لقاء قمة في روسيا بين الرئيس الفلسطيني ورئيس كيان الاحتلال من أجل إقامة حوار مباشر غير مشروط لا تزال قائمة إذن هي تحركات أردنية مع وكالة القوى العالمية والإقليمية بهدف تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة وخفض التوتر في المناطق الملتهبة سعياً للوصول إلى تسوية شاملة ونشر الأمن والسلام في منطقة هي الأكثر توتراً في العالم وضع رئيس الوزراء هاني الملقي حجر الأساس لمشروع مستشفى الأميرة بسمى الحكومي في إربد الذي تبلغ تكلفته 65 مليون دولار بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية جاء ذلك خلال حفل أقيم في إربد لإطلاق الأعمال الإنشائية له المشروع المقرر أن ينتهي العمل منه عام 2022 ينفذه اتلاف مقاولة أردني سعودي حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمستشفى 88 ألف متر مربع ويتسع لـ 506 أسرة وأكد وزير الأشغال العام والإسكان أهمية هذا المشروع الذي سيكون بمواصفات عالمية من حيث الأنظمة والتجهيزات لفتا إلى أنه يأتي استكمالا لمسيرة البناء وضمن المشاريع التنموية التي تدعمها الحكومة حيث أطلقت في عامي 2016 و2017 عدة مشاريع بكلفة زادت عن المليار دينار منها إعادة تأهيل الطريق الصحراوي أعلننا عن طريق أربد الدائر المرحلة الثانية اللي حاليا قيد إجراءات التأهيل إن شاء الله مباشر فيه قبل نهاية العام نضح حجر أساس إله وكذلك نفق تقاطع التقافة نفق وجسر وكمان جسرين بالموقعين اللي بالقرب منه عند موقف الكراجات ومدخل المدينة هذا التقاطع المهم جدا لحل المرور في مدخل مدينة أربد وكمان دولة الرئيس اليوم اعتمد هذا المشروع من خلال تمويل الأضافي من الصندوق السعودي وقبل نهاية هذا العام إن شاء الله نبدأ العمل فيه أحبط الجيش العربي عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أوضح أن المنطقة العسكرية الشمالية على واجهة إحدى وحداتها قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة ثلاثة أشخاص ينون التسلل إلى الأراضي الأردنية مما أدى إلى تراجعهم تجاه العمق السوري وأشار المصدر إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحتوي على 277 ألف حبة كبتاجون و16 كف حشيش تم تحويلها إلى الجهات المختصة نشرت مديرية الأمن العام مقطع فيديو توعوي حول أبرز المخالفات المرورية الخطرة التي يرتكبها بعض المواطنين وذلك بهدف رفع الواعي وأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة كاستخدام الهاتف النقال وقطع الإشارة الحمراء وتغيير المسرب بشكل مفاجئ المديرية دعت المواطنين تجنب ارتكاب المخالفات الخطرة المسببة للوفيات والإصابات والحرص على الالتزام بقواعد السير أثناء القيادة زار ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني منطقة ودي رم السياحية جنوب المملكة للاطلاع على تجربة إعادة إحياء مسار الثورة العربية الكبرى ولي العهد كتب في تدوينة له على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام قائلا بين أهالي ودي رم حيث اطلعت على تجربة إعادة إحياء مسار الثورة العربية الكبرى رحلة عبر 1916 بالقطار الحجازي وأضف أنها تجربة فريدة وممتعة وأدعو جميع أبناء أردننا وزوارح لخوضها والاستمتاع بها بهدف الرعاية الصحية والغذائية والتعليمية للمجتمع ولطلبة المدارس في المناطق النائية وجيوب الفقر وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع مجمع النقابات المهنية ومبادرة مسار وزعت طرودا ومواد صحية وغذائية لصالح 270 طفلا كما افتتحت صالون حلاقة في منطقة وادي الموجب بلواء ذيبان المبادرة التي دعمتها الهيئة الخيرية الهاشمية قامت على مراحل عدة بتوزيع طرود غذائية ومدافئة وطرود صحية وحقائب وقرطاصية مدرسية كما وزعت ماكنات خياطة وجعلت مبادرة مسار الخير كافة القرى والبوادي في المملكة بشاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى عدد من الأسر العفيفة هدف هذه الفعاليات هي المناطق النائية للمجتمع الأردني المحلي الهدف منها تزويدها بمشاريع استدامة ومشاريع توئية صحية نحن مبادرة مسار الخير قمنا اليوم بإنشاء صالون الحلاقة في منطقة الوادي الموجب بدعم من الهيئة الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ومجمع النقابات وقمنا بتقديم بكيج هايجين يقدم من جميع الدار الكتاب القدس مشكورين وقمنا اليوم كمان بتعليم أحد أبناء المنطقة على قص الشعر حتى يتمكن من خدمة أبناء منطقته جاءت الهيئة الأردنية الهاشمية بتقديم الصالون الحلاقة وفر علينا الكثير من الخدمات مثلا نقطع بدل عشرين كيلة على ذيبان أو على الكرك نحرق من قريب لتحصين الطلاب من آفة التطرف في الجامعات الأردنية عقد في جامعة مؤتى مؤتمر طلابي رعاه رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي العديد من ممثلي طلاب الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة حضروا المؤتمر الذي ناقش سبل تطوير الفكر الشبابي وتحفيز الجانب الإبداعي في الجامعات والدور الرئيسي الذي تلعبه الجامعة في تطوير أفكار الشباب وإبعادهم عن التفكير السلبي الذي هو أحد أهم أسباب التطرف وتحدث الطلاب عن العديد من النقاط المهمة التي يستفيد منها الشباب إضافة إلى طرق توظيف هذه الأدوات لتغدو فعالة على جميع المستويات عروض فنية وشعرية ومسرحية شهدها مهرجان الشعلة السياحي الثاني في موقع معركة اليارموك بلواء بني كنانا والذي تنظمه مدرية سياحة إربد بالتعاون مع مبادرة شباب سحم وبلدية الشعلة ومركز تعزيز الإنتاجية إرادة بهدف ربط الإنسان بالمكان ورفع مستوى الوعي بأهمية الثقافة السياحية لدى المجتمعات المحلية انطلقت فعاليات مهرجان الشعلة السياحي الثاني الذي تنظمه مديرية سياحة إربد بالتعاون مع مبادرة شباب سحم وبلدية الشعلة ومركز تعزيز الإنتاجية إرادة في موقع معركة اليارموك بلواء بني كنانا يشتمل هذا المهرجان على الحقيقة ومنوعات ثقافية مختلفة منها معرض للفنون الشعبية والحرافية ومعرض أيضا للكتب ومعارض أيضا للأطعمة الشعبية الجميلة وكذلك تشترك في مجموعة كبيرة من الفرق الفنية والنشاطات الثقافية منها الشعر والموسيقى والغناء وكذلك الحفلات الموسيقية أمين عام وزارة السياحة قال إن الوزارة تولي المنتج السياحي في لواء بني كنانا عموما وفي منطقة الشعلة والعشة خاصة اهتماما كبيرا لتطوير المنتج السياحي الذي يتميز بالتنوع بهدف استقطاب حجم سياحة محلي وخارجي أكبر لا سيما في فصل الصيف نعمل اليوم بجود مشترك مع المجتمع المحلي مع السلطات المحلية مشاريع خلال العامين القادمين 2018 و2019 بقيمة حوالي 2 مليون دينار موزعة على لواء بني كنانا وهذا يندل على الشيء يدل على أنها كاهتمام في تطوير وتأهيل المنتج السياحي واستقطاب المزيد من الزوار والسياح وزيادة معدل إقامة الزارة وساح في الموقع وافتتح على هامش المهرجان معرض المنتوجات والصناعات المنزلية الذي وفر فرصة لسيدات وأبناء المنطقة لعرض إنتاجهن من الحرف اليدوية والمنتجات الغذائية على امتداد ثلاثة أيام يعاني أهالي محافظة الكرك من الأثار السلبية لإلقاء مخلفات البناء والمواد المستخدمة في البناء أو النتيجة عنه على جوانب الطرقات الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على صحتهم ويتسبب بتلوث بيئي وأغلاق لبعض الطرقات يشكو سكان محافظة الكرك من تسبب بعض أصحاب الأبنية والإسكانات في إغلاق الشارع العام وإحداث أزمات مرورية بسبب وضع الرمال والطوب ومجموعة من المواد المستخدمة في البناء أو النتيجة عنه في الشارع العام وعلى جنبات الطرق الأمر الذي يتسبه بتلوث بيئي وبصري مشكلة المخلفات الإنشائية برزت كواحدة من أهم المشاكل البيئية في محافظة الكرك إذ يعاني عدد من ساكنيها من وجود تراكمات للمواد المستخدمة في البناء ومخلفات البناء داخل النطاق العمراني إذ يعمل صاحب البناء على وضعها على الشارع العام مغلقا بذلك الطريق دون أي حسيب أو رقيب تعتبر مخلفات البناء المنتشرة في جميع شوارع محافظة الكرك يعني ظاهرة مزعجة ومقلقة جدا للمواطنين أول من خلال يعني تواجد مخلفات البناء من أتربة ورمال وقضبان حديدية في الشوارع سواء الشوارع الفرعية أو الرئيسية كما إنها تعتبر مضرة صحية من خلال تطاير الغبار من مخلفات الإسمنت والأتربة والرمال المتواجدة في جميع الشوارع هذه الظاهرة يعني تعتبر يعني تقع مسؤوليتها على آتق الطرفين الطرف الأول هو المواطن أولا يعني من ناحية أخلاقية هو يعني المواطن صاحب العلاقة صاحب البناء أو المنشأة أنه الالتزام بإزالة المخلفات البناء الخاصة به يعني الالتزام إخلاقي والطرف الثاني هو البلديات يعني كمان عندها يعني مسؤولية قانونية أنه إلزام المواطن بإزالة هذه المخلفات كونها تعتبر يعني مشكلة مقلقة لجميع المواطنين ظاهرة مخلفات البناء هي من المشاكل اللي بتأدي إلى إرباك المواطنين داخل الشوارع فمثلا هي قضية مشتركة بين اللي بيقوم في عملية البناء والمسؤولين وخصوصا في البلديات وعدم متابعة فمثلا من يقوم في عملية بناء في كوامر الرمل بتكون متواجدة الأخشاب الحديد المسامير تنكمية أحيانا بتكون متواجدة في الشارع مما يسبب ذلك إلى إغلاقات الشوارع إغلاق تام بعض الشوارع بتكون مغلقة ولفترة طويلة ممكن يمتد البناء فوق شهر شهرين وللأسف الشديد أحيانا بنجد غض نظر من قبل المسؤولين والمتابعين وخصوصا البلديات عن هذه الظاهرة التي تؤدي إلى إذاء المواطنين ومع اتساع النطاق العمراني لسكان محافظة الكرك تظهر الحاجة لتفعيل أنظمة غير مطبقة من قبل الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها البلدية للحد من الأضرار الناتجة عنها التي تتسبب بتلوث صحي وبصري للسكان حمد كفاوين رؤيا سبقت دولة جواتيمالا الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وهي التي كانت أول من حذى حذوى واشنطن لدى إعلانها ذلك التفاصيل في هذا التقرير دولة جواتيمالا رفعت علم بلادها على مقر سفارتها الجديد في مدينة القدس المحتلة وذلك في مجمع الحذيقة التكنولوجية في حي المانحة وقد بدأ وفد السفارة بالعمل من القدس بشكل رسمي لكن حفل الافتتاح سيكون في السادس عشر من الشهر الجاري دولة مثل جواتيمالا دولة ليست قوية سياسياً في العالم ولكن الاحتلال اليوم يبحث عن أي أسم عن أي رقم يستطيع أن يعزز الشرعية الموهومة التي بدأها النظام الأمريكي بالاعتراف في القدس مدينة أو عاصمة لدولة الاحتلال هذا الأمر يشكل خطورة بحيث أنه هذا سيشجع العديد من الدول أن تحذو حذوى جواتيمالا والولايات المتحدة الأمريكية وشيلي وغيرها من الدول التي أعربت عن تفكيرها في الموضوع نرى أن هذا الأمر سيميع الموقف الفلسطيني إن لم يكن الموقف بالقوة الكافية لصد هذه الهجمة تمثل هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تنص على أن القدسة هي إحدى قضايا الوضع النهائي فرغم الاستنكار والرفض الفلسطيني والعربي والدولي لمعركة نقل السفارات إلى العاصمة المقدسية إلا أن حكومة الاحتلال بدأت بتطبيقها على أرض الواقع المطلوب الآن أن تقف الدول العربية والإسلامية أمام مسؤولياتها في تفعيل قرارات القمم العربية المتعلقة بأن القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المتعلقة بمقاطعة أو التطبيع مع أي دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس أعتقد أن المسؤولية الآن ليست فقط على الفلسطينيين المسؤولية الآن تقع على أمتنا العربية على أمتنا الإسلامية وعلى المجتمع الدولي بحماية قراراته الأممية ذات الصلة التي تتحدث عن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيري وإقامة دولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف وقد اختارت كل من الولايات المتحدة وقواتمال أسبوع ذكرى نكبة فلسطين لتدشين احتفالات افتتاح سفاراتهم كرسالة تحدا واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا اليوم العالمي لحرية الصحافة تستقبله فلسطين بأرقام صادمة حيث سجلت الأشهر الماضية ما مجموعه 266 انتهاكا منذ مطلع العام الجاري ارتكبت قوات الاحتلال 224 انتهاكا منها فلنتابع لإقصاء أي تغطية من شأنها أن تضر بصورة الاحتلال أمام المجتمع الدولي تسعى دولة الاحتلال التي تصور نفسها على أنها الدولة الديمقراطية تسعى لمنع العين الصحفية من توثيق انتهاكاتها بحق الفلسطينيين فمقارنة بالأعوام السابقة شهد عام 2017 تصاعدا في نسبة الانتهاكات الاحتلالية وصلت ل376 اعتداء على الصحفيين في كل من الضفة وغزة والقدس أما هذا العام فقد ضرب الاحتلال رقما قياسيا في حجم الانتهاكات سجل في آذار ما مجموعة 46 انتهاك من بينها في 19 انتهاك فلسطيني و27 انتهاك إسرائيلي فقدنا اثنين من الزملاء برصاص الاحتلال في قطاع غزي إضافة إلى العشرات الذين أصيبوا بنتحدث عن ما لا يقل عن 12 صحفي أصيبوا بالرصاص الحي بمعنى أنه بنتحدث عن إعاقات دائمة عن إصابات خطيرة إسرائيليا شهدنا أيضا هجم شرسي على وسائل الإعلام وخاصة في الضفة الغربية وفي مدينة القدس كان عنوانها الأبرز إغلاق المؤسسات 25 عاما عمل خلالها المصور الصحفي ناصر ناصر كمصور مختص في مناطق النزاع والحروب في الشرق الأوسط ناصر عاصر الكثير الكثير صوبت عدة إصابات في براسي يعني كان أخطرها أو آخرها حتى إصابة عرضت فيها خلال الثورة المصرية بتخطية الأحداث هناك تسوى هذا عندي كسور طبعا في المنطقة هاي هاي آخر إصابة صوبتها في مصر كانت رقم 11 في أحد المرات تصوبت في برصاصة مطاطة مش مطاطة معدني في براسي هون سبع غرز يعني كان من خلال مواجهات مع الجيش الاحتلال أنا بالذات مصر على تغطيته والاستمرار في تغطية تغطية هاي الأحداث ماشي بغض النظر عن الخطر وعن التهديدات أو الاستهداف لم تعد القضية بالنسبة للاحتلال منع صحفي من تغطية حدث معين بل ذهب الاحتلال لأبعاد من ذلك وأقدم على إغلاق ثلاث مؤسسات إعلامية العام الماضي حرم على إثرها 95 صحفيا من ممارسة عملهم ليصبح مجموع المؤسسات التي أغلقت بشكل دائما أو مؤقت في الضفة والقدس سبع عشرة مؤسسة من الضفة الغربية زين صندوق رؤيا في جولتنا حول العالم المزيد من الأخبار ومنها تحطم مقاتلة روسية قبلة السواحل السورية ومقتل طياريها والصحفي العراقي منتظر الزيدي يرشح نفسه للانتخابات النيابية تحطمت مقاتلة روسية في البحر المتوسط بعد إقلاعها من قاعدة جوية في سوريا ما أدى إلى مقتل طيارها بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أعلنت السعودية وصول مواطن كان محتجزا في جوانتنا موبي بعدما سلمته وزارة الدفاع الأمريكية إلى الرياض ليصبح بذلك أول معتقل يغادر هذا السجن العسكرية في عهد الرئيس دونالد ترامب أمر الرئيس السوداني عمر البشير بإغلاق 13 ممثلية دبلوماسية وتقليص عدد الدبلوماسيين في سبع بعثات أخرى إلى شخص واحد وذلك لأسباب اقتصادية أفادت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوذي تكبدت خلال الساعات الماضية عشرات القتل والجرحة بينهم عدد من القياديين بقسم لطائرات التحالف العربي في محافظات صعدة والحديدة وتعز أعلن الصحفي العراقي الذي ألقى حذاءه على الرئيس الأمريكي الأسبق جوش دابليو بوش في عام 2008 خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد عن ترشحه في الانتخابات النيابية أصيب عشرات الأشخاص جراء انفجار في منطقة ستانفورد هيل شمال لندن وقع خلال احتفال يهودي فيما قالت مصادر صحفية إن نحو 30 شخصا تعرضوا لإصابات بينهم عشرة أشخاص استدعت حالتهم العلاج في المستشفى حذرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 90% من سكان العالم يتنشقون هواء ملوثا مشيرة إلى أن التلوث مسؤول عن 7 ملايين حالة وفاة سنويا يحذر خبراء زراعيون من دودة الحجد الخريفية التي اشتاحت أفريقيا وتسببت بإفساد كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية وذلك في غياب وسائل مجدية لمكافحتها فلنتابع قد تبدو هذه الحشرة غير مؤذية لكنها تتسبب بدمار كبير دودة الحجد الخريفية استعمرت خلال عامين فقط ثلاثة أرباع القارة الإفريقية وهاجمت محاصيل الزراع فيها أكثر من 200 مليون مزارع وعائلاتهم يزرعون الزراع لكن الخبراء يحذرون من مستقبل صعب إن لم يتم احتواء هذه الدودة هذه الدودة تستوطن في الأوراق المحيطة برأس نبتة الزراع وتهاجمها بشكل منهجي تاركة وراءها أوراق ممزقة وثمرة مجوفة عمر هذه الحشرة قصير نسبيا حيث يصل إلى شهر ونصف وفي آخر أسبوعين تتحول إلى عثة يمكنها أن تتنقل مسافة 100 كم في ليلة واحدة في محاولة لمواجهة هذه الحشرة المؤذية اتخذ المزارعون عدة إجراءات مثل استخدام الرماد لكن في غياب حل جذري لهذه المشكلة ينصح الباحثون بتبني ممارسات زراعية أفضل لزيادة المحاصيل وتعويض الخسائر أما الآن فنترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر